أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين ونصلي ونسلم على معلم الخير ومعلم الدين والفقه العالم أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات فضل الله تعالى عليك وكرمه ورحمته بك أن هيأ لك هذا المجلس وأن يسر عليك الأوقات والأسباب غيرك ما زال الآن يمكن في دنياه مشغول في الأسباب كثير من الأخوة معذورين أرى يعني كثير من الأخوة بيلتقوا معي بقوله شيخ دعيلنا شغلنا طويل دوامنا طويل من حب نحضر المجالس العلم والإمام بس ما منقدر لذلك اللي هيأ لك الأسباب والأوقات هو الله وإنت اللي هيأ لك الأسباب والأوقات حتى تحضرين معنا هذا المجلس هو الله ولذلك وما بكم من نعمة فمن الله ومجلس إيمان نغذي فيه القلوب ومجلس علم وفقه نغذي فيه العقول ونتقرب فيه إلى علام الغيوب نعلم فيه كيف نعبد ربنا جل جلاله نزداد فيه علما بديننا الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل ربي زدني علما هذا لسان حالي وحالك كلنا يا رب زدني علما ما حدا مننا بل بمصلحته حدا يسبقه كل واحد بد يكون الأول بمصلحته الدنيوية كذلك في دينه يريد أن يكون سباقا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبغض العالم بالدنيا الجاهل بالدين عالم بالدنيا ولسه أحكام الصلاة مش عارفة أحكام الجمع والقصر الآن اليوم نحكي عن الجمع والقصر مش عارفة كيف لذلك ينبغي للمؤمن المسلم أن يتعلم أقل القليل للواجبات والفرائض عليه حتى يتعبد ربنا جل جلاله بعلم وبخشوع نسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول المصنف رحمه الله تعالى القاضي أبو شجاع ونفعنا الله تعالى بعلمه في الدرين في كتابه الرائع الماتع الممتع الجميل الهيّن الليّن السهل الممتنع كتاب متن الغاية والتقريب في الفقه شو؟ الشافعي وصلنا إلى فصل الجمع والقصر في الصلاة فصلٌ في صلاة المسافر أيها الحبة في الله أولاً لابد أن نعلم أن الله جل جلاله أقام هذا الدين على مبدأ إن اسمه مبدأ اليسر والسهولة والتيسير والبساطة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال جل جلاله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسدين ولم تبعثوا معسدين وقال يسروا ولا تعسروا إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن الإسلام جاء باليسر واللين والسهولة وقال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى علم الله جل جلاله أن العبادة قد يصاب بشيء من المشقة عندما يقوم ببعض العبادات في بعض الأحوال فشرع الله تعالى لهم ما يسمى به الرخص وجعل الأخذ بالرخصة محبوب عند الله حتى لا يظن البعض أنه إذا أخذ بالرخصة لا يعني ربنا مش حابب بأنه هذا الشيء لا أخليك بالعزيمة لا في وقت المشقة عندما تأخذ بالرخصة الله تعالى يحب منك ذلك لذلك ورد في الأثر إن الله يحب أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى العزائم لذلك في وقت الرخاء وعدم وجود المشقة تأتي بالعزيمة وفي وقت المشقة والتعب والسفر تأتي بالرخص والرخص عديدة وفي كثير من العبادات ولسيما في الصيام والصلاة أكثر الرخص في الصيام والصلاة فالرخص في الصيام كما نعلم جميعاً أن الناس مرخص له أن يأكل ويشرب والمريض مرخص له أن يفطر والمسافر مرخص له أن يفطر وكذلك مرخص له أن يمسح على الخفين لثلاثة أيام إن كان مسافراً ويوم وليلة إذا كان مقيماً وكذلك من الرخص الجميلة التي شرعها الله جل جلاله والتي ذكرت في كتابه في القرآن الكريم في سورة النساء رخصة القصر قصر الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في سورة النساء إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى آخر الآيات هذا القصر إلو أحكام وإلو طريقة وإلو أوقات وإلو ترتبات وإلو هيئات وإلو سنن وإلو ممنوعات ومحرمات وواجبات وفرائض وغير ذلك ما أحكام القصر وما أحكام ما يتبعه وهو شو؟ الجمع وليش قلت القصر أساس والجمع تبع لأله لأن القصر أمر مجمع عليه بين السادة أصحاب المذاهب الأربعة فعند السادة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يجوز لك أن تقصر بل عند البعض أن الأولى والمندوب أن تأخذ بالرخصة وهو القصر أما الجمع فهو أمر ليس متفق فيه عند المذاهب الأربعة فعشان هيك عند السادة الأحناف ما عندهم شيء اسمه جمع بتروح لبلاد برة بلاد الهند باكستان السند بنغلاديش هذه البلدان ما عندهم شيء اسمه جمع عندهم نوع من الجمع اسمه جمع صوري بالصاد مش بالسين مش سوري صوري شو الجمع صوري؟ أي صورته صورة الجمع وحقيقته ليست بجمع كيف ذلك؟ عند السادة الأحناف تؤخر وقت الصلاة تؤخر أداء الصلاة عن وقتها إلى آخر وقتها فتصليها فيؤذن المؤذن للصلاة التي تليها ثم تقوم فتصلي الصلاة التي بعدها فيفصل ما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية الأذان ولكن أنت صليت كل صلاة في وقتها فهذا الجمع اسمه جمع صوري المراد بالكلام أن القصر من الأمور المتفق عليها لا خلافة فيها وذكرت في القرآن أما الجمع ليس مذكور في القرآن إنما فعل النبي العدنان عليه الصلاة والسلام من هدي مصفى صلى الله عليه وسلم فإذن الأصل القصر ويتبعه الجمع ما أحكام القصر وما أحكام الجمع وما يدور حولهما هذا ما سنبينه في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى قال الشيخ رحمه الله ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط خلا نوقف عند كلمات كلمة 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 يجوز كلمة يجوز تفيد أنه يمكنك أن تفعل ويمكنك لأن لا تفعل بسلم الأحكام شو منحط مكانة مصطلح شو رأيكم أحسنتم مباح لأنه سلم الأحكام مين بقول لي إذا بنبلش في بالفرض فرض مندوب مباح الواجب الفرض مباح مكروه حرام وإذا بنبلاش لمن تحت حرام مكروه مباح مندوب واجب هذا السلم الأحكام الخمسة فعب أقول لك ويجوز والمعتمد عند السادة الشافعية أنه يندب ماذا يجوز يندب يعني من ننقله من مرحلة المباح لمرحلة شو الندب النفل السنة لذلك عند السادة الشافعية إذا كنت مسافر طبعا هلأ نتكلم عن الوقت إذا كنت مسافرا والوقت الذي سفرت فيه إلى بلد آخر ضمن الوقت المسموح لك أن تقصر فيه الصلاة وأنت تستطيع أن تصلي بلا قصر أن تتم وأن تقصر فلذلك عند السادة الشافعية الأولى لك أن تقصر إلا بحالة واحدة ما هي أن تدرك الجماعة فإذا رأكوا الجماعة بإتمام الصلاة أولى من ترك الجماعة مع قصر الصلاة واحد نزل جاي من طرابلوس إيجا ضيف له عنه وعننا اجتماع معه في المسجد الساعة 11 نحن وقاعدين أدن منقول له أم صلي ركعتين لحالك ولا أم صلي معنا صلي معنا ليه لأنه أدرك الجماعة أما لو كان ببيت لو كان ببرية لو كان بظهر وظاهر وأدرك الصلاة وهو مسافر منقول له صلي قصرا حتى تدرك الرخصة حتى تأخذ الرخصة تمام طيب إذا هو حابب يجمع بين الأمرين حابب يصلي قصر ويصلي جماعة شو منقول له شو منقول له طيب ما في يوقف مأموم إذا هو إجي يوقف معي أنا عم صلي أرمى ركعات هو عم بصلي ركعتين بيمشي حال ما بيمشي الحال طيب إذا وقف هو إمام كيف بيمشي بيصلي ركعتين بعدين شو منعمل لا هو ما تم هو بيصلي قصر ركعتين قصر يصلي ركعتين ويسلم وماذا يقول يقول للمصلين أتم صلاتكم فإني مسافر أو فإن قوم سفر أو على سفر كما قال عليه صلى الله عليه وسلم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن يجوز للمسافر لو جاءكم بالاندحان سؤال يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم شو بتجاوبه يا عليس لازم تحرقونا تحطني بهالموقف هذا لنشوف عريس بدي يكون مفتح عرصه قريب العريس عشان نحن نتخلي دايما نكون مركز معنا يجوز للمسافر يأتم بالمقيم ولا ما بيجوز هكذا بيكون هو إمام مش مؤتم يعني يجوز للمسافر أن يأم المقيم يأتم يعني بيكون مأموم فيه إذا كان المسافر مأموم والمقيم إمام وصلى الإمام أربع ركعات ما في المأموم مع الركعتين ينفصل ويسلم يكمل معه فلا يجوز لمسافر أن يأتم بمقيم لأنك أنت تبع له فأنت ملزم باتباعه ما فيك تنفرد عنه أما إذا أنت إمام أنت قائد فاللي خلفك وراك فيك تنفصل عنه تقول له نكمله أنا مسافر أتم صلاتكم فإني مسافر أو فإن قوم على سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام تمام فإذا قلنا أن الأخذ بالرخصة شو حكمه لا ما قلنا يجوز قلنا لا هون كاتب هيك بس قلنا المعتمد للسادة الشفعية شو مندوب بس بشرط شو خلي الشباب يسوقون قهوة كتركزوا تصحص حشو وإذن عساين شو شو في ها إذا لا يدرك الجماعة شو صعبة نحكي سهلين إذا كان لا يدرك الجماعة فمنقول له أدرك الرخصة واخسر الصلاة أما إذا تدرك الجماعة فأتم وصلي جماعة طيب هاي يجوز خلصناها للمسافر نعم إذا صلى مع مقيم فبكون أدرك الجماعة وبيخصر الصلاة قلنا إذا ما فيه جماعة بصلي قصر إذا ما فيه جماعة أما إذا فيه جماعة بصلي مع الجماعة إذا كان إمام إذا كان هو مسافر إيجا أنا شيخ طرابلوس قدمنا إكرام شيخنا صلي فينا أنت إمام أنت شيخ حافظ عالم ما شاء الله عنك صلي فينا إمام قال يا عمي أنا مسافر وقال له صلي ما بأسر بس تخلي زركعتين بتسلم ونحن مو منكمل بكون أدرك الجماعة وبكون قصر الصلاة فإحنا قلنا قلنا إذا حب يجمع بين الأمرين منوقفه إمام إذا ما كان فيه جماعة وما قدر يوقف إمام فبصلي منفرد قصرا لا لا عاد هو بيوقف كان نفس الشيء زي الصلاة العادية بس نحن مو منكمل ويجوز للمسافر أيوة هات لنشوف من هو المسافر ما تعريف المسافر السفر ويحبته في الله على أنواع دا كله طالب العلم أنا لعب مر باك بدون بس الأصل فيش تمرين الأصل دفترك وألمك معك طالب علم قاعد يمعتمد له على حفظته وذكرته ولا شيء الذاكرة تاني يوم تنسى ثلاثة أرباع لهول بتقول بالزمنات سمعنا درس من الشيخ عبد الكريم قصر وجمع بس ما مذكر منه شيء طبعا لأن العلم صيد والكتابة قيد شفت لك واحد يصطاد ويجعب يكب البحر يصطاد ويقيد فبدي يكون ألمك ودفترك معك فالسفر على أنواع هذا لنشوف السفر على خمسة أنواع النوع الأول بالأحكام الخمسة بالأحكام الخمسة لو نلقنا شوي سفر واجب أو فرض دين سفر مندوب ثلاثة سفر مباح أربعة ماكروه وسفر حرام سفر الواجب مثل شو أحسنت الحج إذا كان عليه فرض مش مندوبة والسفر المندوب العمر عند السادة الشفعية العمر الأولى واجبة طلب علم دعوة إلى الله خروج في سبيل الله إيصال خير إيصال مساعدات المباح عمل تجارة النظر في وهون بديك أقول لكم معلومة مهمة بين قوسين نرق فيها الذي يسافر في البلاد ليس بنية التفكر بخلق الله ليس له نية فسفره ليس ضمن المباح بل يتحول من المباح إلى المكروهات لأنه لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته بلا هدف فلابد وهو من يقول لها الإخوة اللي بسافر على تركيا بسافر على أين أي بلاد مصر ولا مش عارب دي شوم هو من يقول له شوني تك إذا نيتك اسمه بس تغيير جو بدون التفكر بخلق الله وإزدياد حب لله فأنت سفروك مكروه أنت الزلامي مش هيك المسلم له مقصد فالذي يسافر بغير مقصد فسفره مكروه شون المشكلة المشكلة إذا سار السفر مكروه أو حرام بتسقط الرخصة شوف شو قال لك مش عارف إذا قاله هون ولا قاله لاش بعدين أقول لك أن يكون سفره في غير معصية في غير معصية يعني بدي يكون سفرك ضمن الواجبات أو ضمن المندبات أو ضمن المباحات إذا كان سفرك ضمن المكروهات أو المحرمات فاعلم أن رخصة القصر والجمع قد سقطت عنك تسقط لا تستطيع أن تجمع وتقصر شونيك واحد رايح على طرابلس شو رايح ألو الله عننا عرص صاحبنا ما شاء الله شو عمل ألو الله على الطريق أدركتنا صلاة المغرب شيخ جمعنا وقصرنا شو بتقوله بجوز أو لا بجوز صبرك عرص إسلامي نسأل في 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 حركات بالعرص ولا شو المضع العرص في اختلاط في أغاني في يد قاله والله الشيخ على الخفيف ما نقول له هاي الخفيف روحتك الرخصة أنت آثم بالعرص وراحت الرخصة ما فيك واحد ظاهر على تركيا واحد ظاهر على بلد معين راح يجيب بجوز يخسر ويجمع يجيب ضع بجوز طيب بركي هو هناك راح سهر له شي سهر ها حسنت هذا جواب مهم بده تفصيل ليش لأنه أنا إذا رايح لمقصد سليم جائز ماشي ووقعت في معصية هناك هو ما ما حدا بيوعش بمعصية لا تسقط الرخصة أما أنا نويت عزمت من مقاصد سفري بدي أسهر رايح ظاهر عندي أشياء خبروني عنها بدي أعملها هناك صلى الله عليه السلام والعافو العافية فتسقط الرخصة أما الذي نوى من سفره أداء واجب أو أداء سنة أو أداء مباح تجارة عمل شغل طلب علم غير ذلك فله رخصة الجمع والقصر تمام قال ويجوز للمسافر قلنا أنواع السفر الخمسة قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية لأن الفجر لا يقصر ولأن المغرب لا يقصر القصر يكون فقط في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء بخمس شرائط هاتل نشوف شو هي شروط القصر قال أن يكون سفره في غير معصية لأنه في عنا قاعد شرعي فقهي بتقول الرخصة لا تناط بالمعاصي يعني كل صاحب معصية تسقط في حقه الرخصة تمام وقص على ذلك هذا موضوع مش بس متعلق بالجمع والقصر بكل الأمور الفقهية حتى الصائم الذي يريد أن يسافر ويحضر عرص مثلا فأقول لي أنا بجوز افطر في كتير ناس برمضان بتسافر سواء داخل لبنان ولا خارج لبنان فأقول لي بجوز افطر بقول لبنان سأل عن سفرك شو مقصده فلذلك من شروط صحة الأخذ بالرخصة أن يكون سفره في غير معصية الثاني قال أن تكون مسافته ستة عشر فرصخا بلا إياب الفرصخ هو نوع من أنواع المقاييس التي كانت العرب تستخدمها فيما سبق والفرصخ هو عبارة عن ثلاثة أميال تمام ثلاثة أميال هاته لا أرى حسب له إذا أربع فراسخ ثلاثة أميال ثلاثة بأربعة قديش لا اتناش إذا أربعة فراسخ الفرصخ ثلاثة لا ستة عشر فرصخ أنا هو يقول مش ستة ستة عشر والفرصخ هو عبارة عن ثلاثة ميل ضرب لي ستعش بثلاثة قديش بيطلع تمام تمام واربعين الميل قديش بيطلع كم كيلو لا واحد فاصل ستة الميل سيارات الأجنبية الميل غير الكيلو سيارات العربية بالكيلو الميل واحد فاصل ستة واحد فاصل ستة ضرب قديش بيطلع معكم تماماة أورعين تماماة أورعين بواحد فاصل ستة قريبا تمانين طبعا يختلف شوي الميل وطبيعة الميل والكيلو تقريبا تمانين لذلك العلماء قالوا إذا كان سفرك مسافة تمانين كيلو أو تقريبا ما يقرب الخمسين مايل خمسين ميل فهذا طبعا ما نتكلم نحن ذهابا مش تقول لي رايحة بيروت أربعين وراجع أربعين ساعة وثمانين نازل عصور مش عاف نطلع نبطي وراجع لا إيابا بس خط واحد طريق الروحة هذا الذهاب أو الإياب إذا كان تمانين كيلو متر وطلوع فيجوز لك أن تقصر أو الأحسن من كلمة يجوز لك شو يندب لك أن تقصر لكن القصر أي الحبة في الله فيما يتعلق من موضوع المسافة يجوز أن يسرع فيه العبد إذا أنشأ السفر شو يعني يعني أخذ صاحبنا بالبيت تطلع يا مرأة عطر أبلس تطلعنا عطر أبلس نوينا الله أكبر الله أكبر أدن أمرا نصلي أنا بياك الظهر والعصر نجمع حتى على الطريق إذا أدن العصر نكون جمعين ومصليين ما حكموا هذه الصلاة ليش فضيل تكجوز آه لا قال لا يمكن للعبد أن يشرع بالقصر والجمع حتى يشرع بالسفر يشرع مش ينوي يشرع وما الشروع بالسفر الشروع بالسفر أن تخرج من مكان إقامتك مش من بيتك بس ولا من ذلك قال أن تخرج من مكان السكن يعني فينا نقول نحن برا مسجد الحريري عندنا بصيدة مثلا على الأول خلاص دهرنا من صيدة بس طالما نحن بعدنا بالمسكن ما فيك تشرع بالرخصة لابد أن تشرع بالسفر حتى تشرع بالجمع والقصر أما أن تشرع بالرخصة وأنت لم تشرع بالسفر بعد فلا يصح تمام فإذا لابد أن يكون سفر طاعة أو مباح ولابد أن يكون مسافة سفر لماذا قلنا مسافة السفر تمانين وطلوع ولابد أن يكون قد شرع بالسفر بدأ بالسفر ولابد أن يكون بغير معصية قال وأن يكون مؤديا للصلاة شو يعني مؤديا للصلاة نعم الصلاة على نوعين أداء وقضاء كناهم قبل أداء وقضاء فالذي يجوز لك أن تقصره في السفر هو الأداء ليس القضاء شو يعني راحت عليك صلاة ظهر بصيدة ومشيت بعد صلاة العصر على طرابلس بس وصلت على طرابلس بدك تقضي الظهر قمت لأنك مسافر صليت للظهر ركعتين منقول لك حبيبي الظهر كانت واجبة عليك أنت بصيدة وأنت كنت بصيدة شو مقيم منك مسافر فبتقضيها زي ما كنت مقيم طب إذا فاتتك صلاة العصر أنت بتقضيها قصرا لأنه فاتتك العصر وأنت مسافر أما فاتتك الظهر وأنت مقيم فتقضي الصلاة وأنت فتقضي الصلاة وأنت في سفرك كاملة كأنها أداء بالإتمام بلا قصر مفهوم الكلام ولا في شي صعب أيوة في يجمع بدون قصر يعني في صلي أربعة ظهر بينويها قضاء ويرع بإيمان صلاة ويصلي اثنين العصر تمام قال وأن يكون مؤديا للصلاة وأن ينوي القصرة مع الإحرام أيوة فإذن ما فيك أنت وعم بتصلي أربع ركعات تقول أنا مسافر ليش عم صلي أربعة خلينا أعملون اثنين أنتوا بالتحيات بالتشهد الأول قاعد جي بدأت قلنا ركعة الثالثة قلت ليش خلينا قاعد وبسلم هيك أنا مسافر بتصح ليش لأن النية لم تكن في أول الصلاة فإحنا إذا مذكرين بأركان الصلاة كلمنا عن النية وقلنا النية من فرء فيها بين الأداء والقضاء وبين الإتمام والقصر وبين النفل والفرض وبين نوع الصلاة وغير ذلك فلابد أن ينوي القصر عند الإحرام فإذا أخر النية إلى ما بعد الإحرام يعني كان ناوي الإتمام لا يصح أن يغير نيته بعد تكبيرة الإحرام قال وأن يأتم بمقيم لأنه إذا أتم بمسافر إذا كان هو مسافر وإتم بمسافر شو حكم الصلاة ولا شي جائز عالم فيها شي سافر إتم بمسافر جائزة مقيم إتم بمسافر جائزة مسافر إتم بمقيم شو لغير جائز جائز على أن يتم معه غير جائز أن يقصر من الصلاة أنه يفصل بداخل الصلاة تمام سهلين إن شاء الله قال ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيه ما شاء الآن انتقلنا للحكم الثاني اللي هو حكم الجمع والجمع على نوعين أي الحبة في الله الجمع الأول هو جمع التقديم والجمع الثاني جمع التأخير ما معنى جمع التقديم جمع التقديم أن تصلي الصلاة الأولى في وقتها وتصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى أن تصلي الظهر في وقتها وأن تقدم العصر فتصليها مع الظهر وجمع التأخير أن تترك صلاة الظهر في وقتها فتصليها في وقت العصر ثم تصلي العصر بعدها وهذا هو تأخير الأولى إلى وقت الثانية فلذلك سمي جمع التأخير وما جمع التقديم أن نقدم الثانية إلى الأولى باللغة العربية نقدم ليس يعني أخر بالعامين سنقول من أدم يعني من أخر بس باللغة العربية نقدم يعني نبكر فسألن نقدم صلاة العصر إلى الظهر أي نبكرها فنصليها في وقت الظهر أيهما أو لا لماذا أحسنت جمع التقديم مقدم على جمع التأخير ليش لأنه فيه مسارعة بالعبادة لا يدري هل يعيش للصلاة الثانية أم لا يعيش فدائما الصلاة الأولى الجمع التقديم مقدم على جمع التأخير طيب ما شروط الجمع ما شروط جمع التقديم شروط جمع التقديم سهل من صعب الأصعب أو اللي بدأ تفكر وتذكر دائما شروط جمع التأخير شروط جمع التقديم أن تصلي أن يدخل الوقت يعني لا يصح أن تبدأ بالجمع قبل دخول وقت الظهر أو المغرب هاي واحد اتنين الترتيب واحد دخول الوقت اتنين الترتيب كيف يعني الترتيب إنه ما فيك تصلي العصر قبل الظهر لابد أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر ثلاثة نية الجمع عند البدء بالصلاة الأولى كيف يعني يعني أنتوا عم بتصلي الظهر أنتوا عم بتنوي شو بتنوي أني بدي أجمعها لا طبيعاً والظهر بيونيحاً والظهر بس أنوي أني أريد أن أجمعها مثلاً شو بصير دائماً بيسألون الشباب بقول لي يا شيخ أنا كنا رايحين أعطاه للوصدهرين قمنا وقفنا ببيروت صلينا لم تنسيت أنا أنوي اجمع بعد الصلاة عايتول الشباب قمنا صلي معنا جمع بس أنا مش ناوي أنا نسيان أنه فيه شيء اسمه جمع أنا صليت الظهر وما نويت اجمع ما نويت أني بدي أصلي مع العصر جمع شو الحكم الشرعي إذا بدكم المذهب عند السادة الشافعية عند غير الشافعية يجوز عند السادة الشافعية لا يجوز لا يصح لماذا؟ لأنه نية الجمع عند الصلاة الأولى واجبة تمام في عيد صلاة الظهر يعيدها بنية الجمع ثم يجمع معها العصر فإذن عندنا الحكم الأول دخول الوقت الشرط الأول دخول الوقت الشرط الثاني التقديم أو الترتيب الشرط الثالث النية عند الجمع ثلاث شروط شرط الأول دخول الوقت الترتيب الرابع الموالات شو يعني الموالات وراء بعضهم لا الترتيب غير الموالات الترتيب تصلي الظهور بعدين العصر الموالات أن تصلي الظهر وبعد ما تسلم تقيم فتصلي العصر ليس صلينا الظهر وروحنا أكلنا وتغدينا وتعشينا وتحدثنا بعدين ونجمع لها طبعا الفاصل في وقت يعني فينا نسميه وقت مقبول عرفا اللي هو يلا تفضلوا يا شباب جيبوا إيه مصلاة والله انتقدوا دوء انتذروني بدي توضعوا إيجي هذا مقبول عرفا لكن أن يطول الفصل بين الصلاتين بحيث يكون عرفا طويل فهذا يبطل الجمع فلذلك إن أردت أن يصح الجمع بين الأولى والثانية فلابد من الموالات قال وبين المغرب والعشاء في وقت أيه ما شاء سواء كان جمع تقديم ولا جمع تأخير طيب سؤال جمع التأخير شو شروطه غير هالشروط اللي قلناها وهذا كثير مهمة إذا أنت بدأ تصلي الظهر بوقت العصر ينقذ أخر دور العصر شو 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 شرط لا ما فيش سبب أنا في نواق في بيروت صلي بس ما بد صلي حاب يصلي الظهر والعصر جمع التأخير بالتقديم ويؤدي للعصر وأنا ما بدأ تصلي الظهر منقول لك في شي لازم تعمله نية شو أيوة إذا دخل وقت صلاة الظهر أنت عندك واحد من اثنين يا أما بتصلي يا أما بتنوي أني بدي أخر صلاة إلى العصر أما لا ناوي تأخر ولا صليت فأنت آثم الآن في فرض الوقت فرض الوقت أن تؤدي الصلاة ما أديت الصلاة تنوي تأخير الصلاة تلا أديت ولا نويت فتقع بالإثم فإذا الشروط التي ذكرناها للجمع التقديم هي نفسها للتأخير وتضيف عليها نية الجمع عند دخول وقت الصلاة الأولى ونفس الأحكام متعلقة بالمغرب والعشاء وأخيرا نختم بهذه الجملة قال ويجوز للحاضر شو يعني الحاضر؟ فإذا هلأ عم نقول أن الجمع والقصر للمسافر الآن عم نتكلم عن الجمع الجمع يجوز كذلك لغير المسافر الجمع يجوز لغير المسافر لكن ليس القصر القصر شيء والجمع شيء آخر القصر يشتوط فيه السفر أما إنسان مش مسافر بجزل يجمع لذلك يسأل كثير من الإخوة أحيانا سؤال يا شيخ أحيانا في ظروف طارئة قاهرة تمر علينا هل يجوز لنا أن نجمع؟ هل من شروط صحة الجمع فقط أن يكون الواحد مننا مسافرا؟ نقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس في الصحيح في المدينة يعني ببلده بدون ما يكون مسافر جمع صلى الله عليه وسلم بغير سفر وبغير عذر بغير مطر فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج عن أمته شو يعني هذا الكلام يا أخواني؟ أجازة العلماء الجمع وليس القصر الجمع عند الحالات الطارئة التي قد يكون فيها ذهاب حياة إزهاق روح ازدياد مرض خطر على النفس أو غير ذلك من أمور والله مثلاً داخل على العملية والدكتور قال قطعاً لا بد أن نأخر العملية ما في أن نأخر العملية حالة طارئة وسيدخل في قومة أو سيدخل في بنج عام أو غير ذلك فنقول له صلِّ الظهر والعصر جمعاً ثم دخل إلى العملية إلى غير ذلك من أمور التي هي ضيقة ليست مفتوحة ولكن هنا بيّن الكاتب رحمه الله أكثر الأسباب التي يجوز فيها الجمع بغير سفر وهي عذر المطر قال ويجوز للحاضر في المطر أي عند نزول المطر طبعاً العلماء هذا الكتاب متن وفيه إلو شروح وفيه كتب بيّنت في المطولات تفصيل لهذا نختصرها فيما يلي ما هو المطر الذي يجوز فيه الجمع وما شروط الجمع في المطر اكتبوها ذكر العلماء رحمهم الله عن نوع المطر الذي يجوز فيه الجمع فقالوا المطر المبلل طبعاً بس نقول المبلل مش بس بلل عادي لأنه فيش مطر مش مبلل المطر الذي يصيب صاحبه بالأذى كيف؟ طبعاً خليني بس تقول أول شيء الشروط بتسأل عليكم مسألة بتقرب عليكم أول شيء الجمع في المطر يجب أن يكون في المسجد فلا يكون في البيت ما بصح أب أب أولاده قوموا يا جماعة الخير شو؟ بدنا نصلي اليوم مغرب وعشاء جمع في البيت ليش يا بي؟ ألا أنه كابس كتير برا وعم بتشتي وشتي أوي في عواصف بدنا نقوم نجمع لا يا حج ما بصح ليش؟ لأن الجمعة في المطر يجوز فقط في المسجد ليه طيب عم بتديق علينا؟ لا ما عم بتديق عليك لأهمية صلاة الجماعة حتى نقول للجميع تعالوا إلى صلاة الجماعة ويمكن أن نأخذ بالرخصة فنصلي المغرب والعشاء جمعاً لأن اليوم الشتاء قوي شديد قد يصيب بعضنا بالأذى فإذن الشرط الأول أن يكون في جماعة المسجد الشرط الثاني حتى تقدر تجوز تجمع أن يكون المطر في أول الصلاة الأولى إن عند تكبيرة الإحرام وعند التسليمة الأولى من الأولى وعند تكبيرة الإحرام من الثانية من بعيد أن يكون المطر متصل عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى وعند التسليمة الأولى من الأولى وعند تكبيرة الإحرام من الثانية يعني قلنا يا جبعة الخير اليوم بنا نصلي مغرب وعشاء جمع لأنه في شدي قوي بره بسم الله أقيم الصلاة أقامنا الصلاة شوفونا عم بتشتي عم بتشتي سلمنا عم بتشتي عم بتشتي أوقفنا بدنا نقيم الصلاة ووقف الشتي منكمل ما منكمل خلاص نوقف إذا اتصل البطر حتى شرعنا في الصلاة الثانية ثم توقف المطر خلال الصلاة الثانية نكمل الصلاة ولا بأس علينا لكن يجب من اتصال المطر عند الشروع في الصلاة الأولى وعند السلام منها وعند الشروع في الصلاة الثانية تمام لذلك هذا من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس ممن يعني يتساهلوا في جمع الصلوات فإذن أولاً شو قلنا أن تكون في جماعة في المسجد ثانياً أن يتصل المطر أن يتصل المطر من تكبيرة الإحرام في الأولى تسليمه في الأولى تكبير الإحرام في الثانية الشرط الثاني أن يكون المسجد بعيداً إن أنت ساكن بالبناء وعننا كبسة تصير دلنا طبق خامس فتحها طلعت وجه المسجد أن يكون المسجد بعيد وطبعاً بعيد عرفاً يعني مش بعيد 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 عرفاً والأمر الرابع أن يتأذى المصلونة من شدة المطر بتقول لي أنا شيخ معي سيارة بشرك أفع باب الجمع بنزل بقول لك هذا أنت لكن الدين جاء العموم واللي معهش سيارة واللي بيجي ماشي بيتأذى من بيته واللي في عنده نزلي وطلع وغير ذلك فإذن الرخصة ليست لفرد بعينه إنما الرخصة للجميع لجميع المسلمين فنحن لسنا مع من يعني يمنع الرخصة بالكامل وكأنها ليست موجودة ولا مع من يتساهل فيها عند أول كبسة مطر يلا بسم الله اجمعوا يا أخواني تجد بعض المساجد للأسف ما يعني الأيام اللي بيصلوا فيها جمع بالشتاء أكثر من الأيام اللي بيصلوا فيها بدون جمع أو قس على ذلك فلا يعني نلغي هذا الأمر ولا نأخذ به بالإطلاق هذا والله تعالى أعلم ورد العلم إليه أسلام نشرع الأسبوع المقبل إن مد الله في أعمارنا في باب صلاة الجمعة نصلي لهم على سيدنا محمد وعلى هذه السلامة والسلام الحمد لله ترجمة نانسي قنقر